ونزلنا مع شأن الصيني وإلى منطقة التبت ذاتية الحكمة جنوب غربية الصين وقد أطلقت الحكومة التبتية برنامجا بعنوان الأرض العذبة ويتألف من مجموعة من الزراعات العضوية والصناعات الصحية ويعتمد بشكل أساسي على البيئة الطبيعية النقية لهضبة التبت وفي هذا الإطار تعمل التبت على دفع تنمية منتجات المياه المعدنية والأغذية العضوية الصحية والمنتجات النقية للهضبة وتنشيط أيضا السياحة الترفيهية وفي هذا الإطار قم مرسلنا بزيارة أحد مصانع المياه المعدنية في مدينة لسا وهو أحد المشروعات المقامة في إطار برنامج الأرض العذبة ووفنا بتقرير التالي من النابيع الجبال الثلجية النقية تتدفق هذه المياه العذبة وقد تم البدء بتشغيل مصنع تعبئة المياه المعدنية هذا قبل عامين واعتمادا على جهود الحكومة المحلية والتي بذلتها لإنشاء وصناعة المنتجات الإيكولوجية الطبيعية الفريدة في مدينة لسا تم إدخال المنشآت الإنتاجية الحديثة والمتطورة لاعتماد العلامة التجارية الأولى لمياه الشرب التبتية وعلى الرغم من اعتماد هذه العلامة قبل عامين فقط إلا أنها قد أصبحت واحدة من أكثر العلامات التجارية لمياه الشرب شعبية لدى المواطنين المحليين وقد أطلعنا المسؤول في المصنع على السبب الرئيسي وراء نجاح هذه العلامة والذي يرجع إلى الجمع بين البيئة النقية الفريدة في التبت وبين المعدات الإنتاجية وأحدث التقنيات المتقدمة أفطالياتنا الكبيرة تقمن في منبع المائي يقوم منبع مياه تعالى شنشون دمنا نظام المائي الذهبي لجابل الثلجي يبلغ ارتفاعه أكثر من خمسة ألاف متر مما يساعد على ضمان نقاء المنبع المائي أما جود المنبع المائي فتأتي من قون مياهه مياه قلوية وفقا للمقاييس الدولية مما يدمن اختوائه على عدم عاد همى للجسم وكل هذا يرجع إلى المصادر إيكولوجية النقية في التبت يعتبر مشروع العلامة التجارية تاجاو شانشوان واحدة من المشاريع الهامة ضمن برنامج الأرض العذبة الذي تم تنفيذه من قبل السلطات المحلية بشكل جدي حتخصت حتى الآن 454 مليون يوان لتنفيذ 15 مشروعا ضمن البرنامج تعود بالفائدة المباشرة على 14947 شخصا ينتمون إلى 4930 أسرة في لاسا وقد سجل دخل الأسرة السنوي زيادة معدلها 6000 يوان ومع التنمية السريعة لصناعة الأرض العذبة تزداد الفرص التجارية للشركات والمصانع المحلية في ترويج منتجاتها إلى أسواق أكبر في المدن الأخرى ما زال مركز سيق الأمال التجارية في السوق المحلية أي في مدينة العصة ونعتزم توصية قناة ترويج إلى مدن مجاورة وحتى المدن كبرى مثل بكين وشانهاي حيث نسع للبحث عن بعض الشركاء الممتازين لترويج منتجاتنا ونتطلع إلى تعريف مزيد من المستقبلين من أنحاء البلاد على علاماتنا التجارية المميزة وعلى جودة وحسن مذاق المياه التباتية وخصائصها الفريدة في هذه الطبيعة النقية وعلى هذه الأرض الخصيبة أقيمت هذه المنشأة الحديثة لإنتاج أفضل المياه المعدنية وأنقاها وأجود أنواع المنتجات الزراعية وعلىها قيمة غذائية من لاسا نمير اسماعيل CCTV العربية